انطلقت جلسات المحور الاقتصادي من الحوار الوطني لمناقشة ملفات توطين الصناعة وموازنة الدولة وأكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي طلعت خليل أن الموازنة العامة للدولة تعبر عن السياسات العامة لافتا إلى أن هذه اللجنة تهم كل مصرية وتستهدف الوصول إلى حلول وقعية جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وأشعر قليل إلى أن لجنة الدين العام لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع